سلام عليكم وههلا بكم في فيديو جديد ازاكم يا شباب اخبركم ايه ان شاء الله تكون بخير دائما يا رب. الفيديو ده هتكلم فيه عن شاشة او شاشة وضد الكسر. والشاشة دي فيه اكتر من حد سألني عليها قبل كده هل هي شاشة كويسة ولا ايه الحكاية? فهجاوبك على كل ده دلوقتي بس كالعادة يا ريت ما تنساش تدوس لايك للفيديو وتشترك في القناة لو لسه مشتركتش علشان يوصل لك كل جديد من محتوى القناة ما تفتكش ايه فيديوهات جديدة. شاشة او شاشة ضد الكسر هي شاشة تلفزيون عادية جدا ولكن اللي بيميزها عن اي شاشة تلفزيون تانية ان بيكون عليها طبقة من الحماية اللي بتخليها قوية جدا وبالتالي بتحمي الشاشة من الصدمات الشديدة او الخبطات الجامدة وطبعا ده بيخلي الشاشة دي مناسبة اكتر للناس اللي عندها اطفال صغيرة في البيت وخايفين ان هم ما يكسروا شاشة التلفزيون وهم ما بيلعبوا مسلا او لو انت على طبيعة شغلك بتطلب انك تبقى بتتحرك بالشاشة دايما وخاف انها تكسر من اي خبط. ولكن هل طبقة الحماية اللي على الشاشة دي هيكون لها تأثير على جودة الصورة ولا ايه الحكاية فهقول لك على كل ده دلوقتي بس خلينا عرفك ان شاشة بتيجي بمقاسين فقط هما التلاتة واربعين بوصة والاتنين وتلاتين بوصة ولكن خد بالك من لقطة مهمة هنا ويان مقاس التلاتة واربعين بوصة والاتنين وتلاتين بوصة بيكون نزل من كل مقاس موديلين موديل سمارت وموديل عادي مش سمارت وهقول لك على الفرق ما بينهم دلوقتي وهتقدر تمايز ما بين الموديل العادي والموديل اللي سمارت من رقم الموديل بتاع الشاشة نفسه يعني هتلاقي ان الموديل اللي سمارت التلاتة واربعين بوصة بيكون رقم الموديل بتاعه هو التلاتة واربعين اي اس تسعة تلاف وتلتمية اي اي وسعر مقاس التلاتة واربعين بوصة سمارت خمس تلاف تسعمية وخمسين جنيه على موقع شركة العربية وقت نشر الفيديو. اما مقسة تلاتة واربعين بوصة العادي اللي مش سمارت هتلاقي ان رقم الموديل الكامل بتاعه هو تلاتة واربعين تمنتلاف متن وخمسين وسعر مقسة تلاتة واربعين بوصة العادي خمس تلاف خمسمية وخمسين جنيه. يعني فرق السعر بينه وما بين الموديل اللي سمارت ربعمية جنيه تقريبا. اما مقسة الاتنين وتلاتين بوصل عادي مش هتلاقي ان رقم الموديل الكامل بتاعه هو اتنين وتلاتين اي ال تمنتلاف متين وخمسين اي اي وسعره تلات تلاف تسعة وتسعين جنيه. وعلى مستوى التصميم الخارجي فالشاشتين بنفس التصميم اللي بيكون او حوافة خينة شوية بتكون باللون الاسود. وهتلاقي خط باللون الفضي في الشاشة من تحت بيدي لها لمسة شيك. ولكن الشاشة من الجنب يعتبر حجمات خين شوية بالمقارنة للشاشات اللي موجودة في السود دلوقتي والرجول بتاعة الستند شكلها حلو برضو وبشكل عام الشاشة شكلها مقبول جدا. اما بالنسبة لما داخل ومخارج الوصلات فالاختلاف ما بين الموديل والموديل العادي بيكون في مدخل التلفزيون الارضي بمعنى انك هتلاقي الموديل الاسمارت بيجي برسيفر داخلي ومدخل تلفزيون ارضي ديجتال ولكن الموديل العادي بيجي بدون رسيفر داخلي وبمدخل تلفزيون والاختلاف التاني في مداخل الوصلات بيكون في المدخل بتاع يعني هتلاقي الموديل ما فيهوش مدخل ولكن الموديل العادي اللي مش هتلاقي فيه مدخل عشان لو عايز توصل الكمبيوتر عن طريق مدخل وقف كل الاحوال يعتبر مدخل قديم جدا دلوقتي وبقت اغلب الكمبيوترات بتشتغل على وصلة لكن غير كده هتلاقي في الشاشتين اتنين مدخل واتنين مدخل بالاضافة لمدخل كابل لام الانترنت مع واي فاي ومدخل اما بالنسبة لانزام التشغيل او في شاشة تورنيدوشيلد فزي ما قلت ان الشاشة دي هتلاقي منها موديلين الموديل والموديل العادي الموديل اللي ولكن بتكون الفكرة في الشاشة هنا او يعني بس ان بتكون الامكانيات بتاعته محدودة شوية بالمقارنة للاندرويد يعني مش هتلاقي عليها متجر تطبيقات جوجل بلاي مسلا فمش تقدر انك تنزل عليها تطبيقات كتير زي الشاشات الاندرويد. اما بالنسبة لجودة صورة فموديل التلاتة واربعين بوصة بيكون بدقة الف وتسعمائة وعشرين في الف تمانين بيكسل ولكن موديل الاتنين وتلاتين بوصة بيكون بدقة فقط الف تلتمية ستة وستين في سبعمائة تمانية وستين بيكسل. ولكن بشكل عام الشاشتين صورتهم كويسة جدا ومرضية لاغلب الناس ولكن طبعا الشاشتين دول ما فيهمش المعالجات القوية او يعني التفاصيل الكتير بقى بتاع تحسين جودة صورة اللي بنشوفها في الشاشات ولكن الملاحزة اللي هتلاحظها هنا ان طبقة الحماية اللي بتكون على الشاشة بتزود او بتزود الانعكسات على الشاشة بالمقارنة للشاشات اللي معليهاش طبقة الحماية دي فدي تعتبر يعني يمكن العيب الوحيد في الطبقة بتاعت الحماية دي انها بتزود قوي على الشاشة وتعمل انعكسات كتير عليها. اما بالنسبة لجودة فبرده مش هتلاقي ان فيه اختلافات كبيرة ما بين الشاشات هتلاقي كلهم بيجوا بقوة صوت تمانية عاط ولكن الموديل التلاتة واربعين بوصة بس هو اللي بيجي بقوة صوت عشر عاط فيعتبر يعني الفرق مش كبير قوي. فلو انت دلوقتي بتفكر تشتري الشاشة دي وفرق السعر ما بين الموديل والموديل العادي مش هيفرق معك قوي فطبعا هرشح لك انك تشتري الموديل هتمنى الفيديو يكون نفادك فعلا انه دلوقتي تقدر تفرج على فيديو تاني من الفيديوهات اللي هتزهر قدامك ويرت في النهاية ما تنساش اللايك والسابسكرايب والشير ونتقابل في فيديو جديد ان شاء الله سلام.